اليوم الميليشيات الولائية وحاملي السلاح الذي لا يخضع لإرادة القائد العام للقوات المسلحة يتحدون جهاز مكافحة الإرهاب ويتحدون السلطة ويتحدون الشرطة الاتحادية ويتحدون الجيش العراقي ودعني أقول لك قبل أيام وما تدخل معايا في عمق التفصيل اجوا اثنين من قادة الدولة للدخول على السيد رئيس الوزراء من قادة الدولة عدهم موعد مع رئيس الوزراء على الباب قال لهم ارجعوا منه اللي قال لهم ارجعوا جماعة السلاح المفلد قلهم عدنا موعد رئيس الوزراء دي انتظرناه انا الوزير الفلاني انا الفلاني قال لانت وزير على نفسك ديور 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 اخذ حراسك ورجع رجعوا اصحاب المعالي وما قدروا يدخلون على السيد رئيس الوزراء ماذا يستطيع ان يفعل السيد رئيس الوزراء في مثل هاي الحالة انا دعشي وقائع ما دعشي لك سيد مشعان افتراضات اذا كانت هذه الحقيقة يعني حقيقة ألطم يعني انا اعتقل هذا الكلام اوكي 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 سيد مشعان لو انت كنت رئيس لو كنت انت رئيس حكومة ويصير هذا اللي يصير وتسمع بي شين دورك كل شي ما تدرسوشي موجين ما فاتوا علي